في اليوم العالمي لالتهاب الكبد الفيروسي تواجه عائلة من المثنى معاناة قاسية مع مرض التهاب الكبد الفيروسي الذي أرهقهم ماديا ومعنويا حيث خاضوا رحلة علاج طويلة بين السماوة والهند ما دفعهم إلى بيع منزلهم بسبب تكاليف العلاج الباهظة بزيد في التقرير التالي لم تكن محافظة المثنى بعيدة عن مخاطر الأمراض الوبائية الخطرة ومنها مرض التهاب الكبد الفيروسي الذي كانت له قصة مؤلمة في حيات عائلة فارس منصور حيث حل فيها ضيفا غير مرحبا به بعد أن أرهقهم ماديا ومعنويا أول ما سخن لابال سخونة عادي لما رح تعالجت في السماوة قالوا لا يعدش هذا المرض الفيروس يعني أخذ العلاج ما يأخذ مفعوله طلع عندها فيروس على الكبد ضرب بعدها الطحال وبيت الرحم شوانا هنا عملية التهابات صارت على البيت الرحم شوانا هنا عملية 3000 دولار بالهند وهذه الأوراق موجودة مال الهند وشوانا هنا أدور للموديل التهابات مال الكبد بـ 4000 ونص دولار رحلة علاج طويلة عاشتها عائلة الشاب فارس بدأت من أطباء مدينة السماوة ولم يأن لها أن تنتهي في بلد الغربة الهند التي أثقلت بتكاليفها المالية على العائلة مما دفعهم لبيع بيتهم لتغطية تكاليف العلاج ومناشدة وزارة الصحة للنظر في حالتهم المثقلة بالمعاناة فماكوشين راجعة بالسموة دكاترة أو مستشفى الصحية تابعة علاجات للكبد نهائيا آخر شي توجهنا وين للهند رحنا نعالج بالهند بعنا بيتنا وضعيتنا تعبانة رواتب معتنا الوضعية مالتنا يعني قولت بالقول صفر احنا نطالب من خلال قناتكم هاي وزير الصحة يفتحن بالمحافظات الشمو أو بغير محافظات بالعراق لأنه نكون حالتنا تعبانة المادية ما نقدر نسافر خارج العراق صحة المثنى من جانبها أكدت توفير كافة اللقاحات المعتمدة لاستكمال الوقاية من هذا المرض وفق إجراءات معتمدة لمختلف القطاعات التي لها تماس مباشر مع عامة الناس هناك سيطرة تامة على هذا المرض بتوفير اللقاح الخاص إليه واللقاح الخاص يعطى إجبارياً لجميع العاملين في احتكاك مع الأدوات الجراحية مثل على سبيل المثال الكوادر الطبية والكوادر الصحية وأطباء الأسنان بالإضافة إلى العاملين في مجالات الأخرى في الحياة لم تحدث عندنا أي حالات وفاة لكن هي بجميع مواطنين الكرام الأخذ اللقاح حماية لهم وتبقى المناشدات والمطالبات كل ما يملكه مرضى التهاب الكبد الفيروسي في المثنى لتخفيف حجم معاناتهم التي باتت خرج إطار سيطرتهم مادياً ومعنوياً علها تجد أذناً مزغية لحجم معاناتهم اليومية من المثنى نجم الحميد الفلوجة الفضائية